انطلق قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلته لموسم الحق للعام 1445 هجريا لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بهمين المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات ومزدلفة عبر محطاتها التسعة المنتشرات بها وذكرت وكلة الأنباء السعودية أن الخطوط الحديدية السعودية سار أعلنت عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوما وتم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البلغية عددها 17 قطارا والتي شهدت خلال الأشر الماضية إجراء عمليات الصيانة ثقيلة كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة مركز التشغيل والتحكم ترجمة نانسي قنقر